فضل يعني شحرات كمان لك خبرات كثيرة في إدارة اتحاد الكرة يعني راجل ده بيسحى من النوم كل يوم السبح لما كان موجود في مصر بيروح لاتحاد بيروح لاتحاد بيامني بقى لما بيروح فتحت الكمبيوتر اللي كان على مكتبه قعدت شفت كل اللي ملقيتش أي حاجة عشان كده أنا بقول لنا أنا بدأت من الصفر عشان كده لما أقول لنا احنا جهزنا 500 ساعة تدرسية 250 محاضرة في الـ C والـ B والـ A جهزناه من الصفر يبقى جهزناه من الصفر والأوراق اللي موجودة في الاتحاد والدلال موجودة في الاتحاد احنا كان فيه فريق عمل معايا من عشر أفراد معاهم عشر اللابتوب قاعدين بنشتغل في الصفر لكن الصح فعلا أنا كنت أجي على حاجة موجودة فابني عليها وطورها لكن مش أجي أبدأ من الصفر صحيح فعشان كده مصر قعدت طوال الفترة الفاتتها بالمناسبة وده كلام محدش يقدر يتكلم فيه تم عمل اجتماعين معاه بين الدكتور بالحسن ملوش المسؤول عن شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي في موضوع الكونفينشن أو في تخيط التدريب حضر معاه اجتماعين في مصر وحصل اجتماع بالفيديو كونفرنس ما بين المسؤولين عن التطوير في الفيفا مع فينجادا بحضور بالحسن ملوش عن طريق الفيديو كونفرنس ونقشوه إيه برنامج التطوير ليه انتوا منضمتوش الكونفينشن لغاية دلوقتي إيه اللي انت هتعمله قال هعمل هعمل ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء يعني ثلاث اجتماعات رسمية جيه بالحسن ملوش اللي هو المحاضر التونسي الدولي جيه مصر مرتين مخصوص واجتمع مع فينجادا ومرة تانية عن طريقه وفي اجتمع مرة مع مدير الفني للاتحاد الأفريقي برضو اجتمع معاه لأنه حضرتك مصر كبيرة وفي كرة القدم في كافة التخصصات سواء تدريب تحكيم إدارة فلازم كانت مصر تبقى أول دولة تنضم لاتفاقية التدريب الأفريقية لغاية اللحظة دي احنا ما نضمناش لاتفاقية التدريب الأفريقية عشان كده مجلس الإدارة الأهم حاجة عندنا انزاي ننضم لاتفاقية التدريب الأفريقية ونحقق التمن شروط اللي حطوهم لاتحاد الأفريقي في الكونفينشن سنة 2018 فلازم ننضم يعني لاتفاقية التدريب الأفريقية فطبعا أنا في حركة ونت بتتكلمي أنا تعصبت أنا عمل أسرح ومسلا خذ حوالي يعني في الفترة دي مثلا مليون لمليون ونصف دولار مجموعة يتروادبوا يعني واغب مثلا مننا كمصريين 20-30 مليون جنيه وإحنا كل دوت ومعاملش أي حاجة فحاجة تدايق وتنرفز وتعصب ولازم يبقى في حساب يعني مش اللي هو الأمور تعدي كده يعني يعني أنا فاهم أنه حركة مدائق زي وأكيد مدائق أكتر عشي أنت كمان أنت مفهود عايز حد يعمل لك هند أور وتشوف أنا عمل شغل أعمل إزاي مفيش الكلام أنا كان نفسي أجي ألاقي حاجة موجودة حضرتك رحباني عليها ومقدم على الاتفاقات التدريب الأفريقية لكن أنا جيت ما لقيتش فعلا أي حاجة